من المهم للغاية إزالة الكمية المحدودة المتبقية في موقع واحد في زمن قريب من نهاية المهلة التي حددتها سوريا لنفسها بال27 من إبريل وذلك حتى نتمكن من الوفاء بنهاية المهلة الأخرى التي حددتها المنظمة ومجلس الأمن لتدمير المخزون الكيميائي وهو 30 من يونيو هي كمية محدودة وأغلب ما كان موجودا من هذه المادة تم تدميره في سوريا حسب الاتفاق المسبق وننتظر فقط الكمية الصغيرة المتبقية لتدميرها هي الأخرى داخل سوريا